اشتركوا في القناة اليوم راح نحكي توقعات يوم السبت 22.2 القمر موجود في الدلو لاخر يوم في منزلة المقدم وهي المنزلة بتنفع للخير والثبات والسلامة والمحبة تأثير القمر لما بكون موجود في الدلو على جميع الابراج نشعر انه بحاجة ماسة للتغيير الروتين هو عدونا في هاي الوضعية بنكون ودودين اكثر ومننشط اجتماعيا بنرغب في الانضمام الى نادي او مجموعة من الرفاق وتجربة اسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولينا عادة بشكل منطقي اكثر من معاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة وادخال التغيير على مظهرنا الشخصي كقصة شعر مثلا او شراء جهاز استيريو او تلفزيون وتجربة طعام جديد اول زاوية رح تتشكل معنا هي زاوية التزديس ايجابية رح تكون بين القمر والزهرة في تمام الساعة اربعة وثمان دقائق صباحا بتوقيت جرينيش بتتأجج العاطفي اتجاه الجنس الاخر وبالتالي بننجح في تعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطائهم وابداعهم هاي الزاوية رح تأثر انه تكون اخر زاوية موجودة خلال هذا النهار من الزوايا اللي مع القمر لانه القمر رح يكون رح يشكل زاوية خلوه المسار زاوية خلوه المسار هاي رح تكون الساعة اربعة وثمان دقائق صباحا بتوقيت جرينيش يعني مع تشكل الزاوية هاي ببلش بداية خلوه المسار ورح يستمر خلوه المسار لثاني يوم يعني ليوم ثلاثة وعشرين لبكرة اللي هو بكرة ثلاثة وعشرين احنا اليوم نحكي في توقعات اثنين وعشرين فيعني رح يصير لبكرة صباحا الى الساعة ستة وسبعة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش وعادة لما بكون خلوه المسار يعني بمعنى اخر انه من الصباح لثاني يوم خلوه المسار يا رب اللي انه انا بشرح الزوايا الفلكية والساعات ما يقول لي انا تخربطت وانتي خربطتنا خلوه المسار يوم اثنين وعشرين الشهر بانتهي يوم ثلاثة وعشرين فعشان هيك خلوه المسار حكينا ببدأ الساعة اربعة وثمان دقائق صباحا بتوقيت جرينيش بانتهي ثاني يوم اللي هو بكرة مش بكرة اثنين وعشرين بكرة ثلاثة وعشرين بانتهي في ثلاثة وعشرين الشهر لما بانتهي هاد بانتهي صباحا ساعة ستة وسبعة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش يعني خلوه المسار هاد مدته تقريبا ستة وعشرين ساعة ونص يا رب ما تكتب لي انه خربطتنا في الزوايا الفلكية وفي الوقت وفي خلوه المسار يا رب ما تكتب لي انك دايما بتخربطنا هي اكيد عرفت حالها فخلوه المسار هاد عادة سلبي على الجميع مش على برج معين وعادة احنا منحكي في فترة خلوه المسار ما مننصح لا بتوقيع عقد ولا بخطبة ولا بزواج ولا بشراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي احنا معتادين نعمله او بنكون عقدين النية عليه ما قبل خلوه المسار يعني لا عقود ولا خطبة ولا زواج ولا شراء في الفترة هاي لانه فترة نحسة ان اضطر الواحد بده يشتري بده يتفقد اوراقه بده يتفقد الاجهاز اللي بده يشتريه بده يتفقد كل بند بوضوح كامل الا الخطوبة والزواج هاي ما بقدر يتفقدها لانه هاي بده تصير بعدين فعشان اكي منحكي انه فترة سلبية اما بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل فترة خلو المسار هاي الزاوية الها تقريبا بحدود الاسبوع من اثره ورح تستمر تقريبا بحدود الاسبوع الزاوية هاي زاوية التسديس ايجابي بين الشمس اورانوس رح تكون في تمام الساعة 2.12 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج يعني الساعة 4.12 دقيقة بتوقيت الاردن قبل المغرب بتتعزز قدرتنا بتعزز قدراتنا الادارية وبتضفي جاذبية على شخصيتنا وبتعزز كمان قوة الحدث عنه حكينا انه القمر موجود في الدلو وحكينا عن خلو المسار بكرة يوم 23 بكرة 23 اليوم 22 فبكرة منحكي عن خلو المسار القادم عمر القمر القمر انحصار الهلال تقريبا بدأ ينعد من الرؤية للهلال يعني اصبح ضعيف جدا القمر 28 يوم في تمام الساعة 3.41 دقيقة صباحا بصير عمره 29 يوم بصير قرابة الخمسة في المية بين الثلاثة في المية والخمسة في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى 23 مزاج في سعيد القمر في الدلو وفي الحوت حتى 23 اثنين مزاجه منتحس عطارد في الحوت بتراجع حتى يوم 4 ثلاثة بعدين برجع للدلو مزاجه منتحس الزهرة في الحمل حتى 5 ثلاثة مزاجه سعيد المريخ في الجدي حتى 30 ثلاثة مزاجه سعيد المشتري في الجدي حتى 14 خمسة وبعدين ببدأ عملية التراجع في الجدي مزاجه سعيد زحل في الجدي حتى 22 ثلاثة وبعدين بنتقل للدلو مزاجه سعيد اورانوس في الثور حتى 15 ثمانية وبعدين ببدأ عملية التراجع في نفس الثور مزاجه سعيد نيبتون في الحوت حتى 23 ستة وبعدين ببدأ عملية التراجع في نفس برج الحوت مزاجه سعيد وبلوتو في الجدي حتى 25 أربعة وبعدين ببدأ عملية التراجع في نفس برج الجدي مزاجه سعيد وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا لأصدقاء منكم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة اطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة بدورك في تحالف مع الزملاء والأصدقاء والجيران اهمش انك ما تبقى وحيد اخرج للقاء الناس هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية ايش اهم النقاط اللي بيركز عليها هذا اليوم بالنسبة لبيتك الاول يعني على طبيعتك ما فيه اي تأثيرات لا سلبي ولا ايجابي موجودة هي تكوينك وطبيعتك هو اللي رح يكون مسيطر خلال هذا النهار رح يكون تأثيره على شخصيتك وعلى معنوياتك فشخصيتك ومعنوياتك انت اللي بتتحكم فيها لانه ما فيه اي تأثير سلبي ولا ايجابي عليك وبالنسبة لبيتك الثاني نفس الشيء ما فيه اي تأثيرات بتأثر عليك لا سلبي ولا ايجابي خلال هذا النهار وهو بيت المال والعلاقة بالاموال والدفعات والالتزامات فعشان هيك البيت خالي فانت كيف حياتك كيف فيه بتمشي يابكون عندك التزامات اذا انت كنت شخص عليك الديون كثير فاليوم ممكن يعني اذا فيه حد بدي طالبك ممكن يطالبك وممكن ما يطالبك لانه اول اشي ما فيه لا تأثير لا سلبي ولا ايجابي فما رح نقدر نعطي اي توقعات على هذا البيت بالنسبة لبيتك الثالث عندك كثير اليوم من التنقلات والاتصالات والتحركات والتواصل عندك ممكن يكون فيه امتحان ممكن فيه نقاش على مشروع معين او بتسوق لسلعة معينة او لا شيء انت حب تروج له خلال الفترة هاي فعندك كثير من التحركات فيه منك ممكن يهتم بتصليح سيارته او جهازه الجوال ممكن يصير فيه عنده نوع من الشراء شيء جديد من شيء له علاقة بالاتصالات او المواصلات ادعم حليفك فيه حضوض في هذا البيت بتدعمك اما بالنسبة لبيتك الرابع تكمل لبيتك الثالث منشوف انه فيه نوع من انواع التواصل رح يكون مع اخ او مع جار او مع اب او مع ام رح يكون فيه عندك اجتماع عائلي او نقاش عائلي او موضوع بجمع افراد من العائلة رح يكون فيه نوع من انواع التباحث او النقاشات خلال هذا النهار فيه عندك قوة حظ عالي جدا بالدل على اما ترحال او سفر العودة لا ارضك الام او ممكن يكون اه شراء بيت او استئجار بيت جديد او تنقل او ديكور جديد للبيت او مشتريات لا اه اجهزة بيتية او شيء له علاقة في البيت وراح يكون فيه اهتمام بينك وبين افراد العائلة اما بالنسبة لبيتك الخامس فانا شايف انه اليوم في عندك عواطف عندك حضوض عندك حب تنطلق اليوم بالاتجاه العاطفي او التجميلي او الاهتمام بمظهرك او الاهتمام اه ب باشخاص بيعزوا عليك اه ممكن طلعة رحلة اه نزها اه اي شيء من هذا القبيل اه نوع من انواع الترفيه عن النفس اما بالنسبة لبيتك السادس فوضعك الصحي اجمالا جيد الحظ بدعمك من باب الصحة ومن باب العمل فاللي عنده حب انه يدم لعمل خلال هذا النهار فاليوم هذا منتاز جدا فممكن انه يساعده بطريقة معينة انه يكون هو من الناس المتفوقين او المقبولين في العمل هذا اذا كان عندك مقابلة عمل فاليوم برضو ايجابي حاول انك تستغل هذا النهار ب قدراتك واذا عندك اعمال اليوم تقدر تنجزها بشكل ايجابي اما بالنسبة لبيتك السابع فخالي من لا حضوض ولا ضغط بيتك الثامن نفس الشيء لا حضوض ولا ضغط التاسع والعاشر نفس الشيء نوصل لبيتك احداش بيتك احداش يعني بدل على نوع من التواصل بينك وبين اصدقائك فيه نوع من انواع اللقاءات الودية ممكن يكون من خلالها بعض المصالح او بعض الانجازات ممكن انه توجه لك دعوة او حفلة او شيء الو علاقة بلقاء الاصدقاء او ممكن يكون فيه مناسبة سعيدة ممكن خطبة زواج اشيء تندعي انتي عليه وممكن تبدأ علاقة مع اشخاص من خلال هذا اللقاء اما بالنسبة لبيتك اتناعش فهو اللي بضعف بيتك الاول فعشان يكي لغاية ساعات الظهر منشوف انه انتي عندك نشاط ولكن انه بعد ساعات الظهر بصير فيه نوع من انواع الكسل ممكن تتراخى ممكن يتراكم عندك العمل ممكن ما يكون لك نفس انك تعمل اي شيء ممكن انه تعب جسدي يصير عندك حاب ترتاح حاب انك انتي هيك ما تتحرك يعني بصير مزاجك غريب عجيب تختلط عندك بعض الامور وبصير فيه نوع من الحدية في طبعك فبدك تنتبه لهذه النقاط خلال هذا النهار برج الثور بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل يوم مناسب لمن يبحث عن عمل ممكن تقدم افضل ما لديك لعلو انه الامور تكون لصالحك او تحرز نوع من انواع التقدم ممكن يكون في عندك مفاجأة اليوم ممكن تظهر متاعب عائلية او شخصية المطلوب منك انك انت تكون قادر على هاي المسئولية يعني الفترة فيها نوع من انواع الصعوبة هيك القمر بيحكي لك خلينا نشوف ايش الخارطة الفلكية بتحكي لك باهم تحركاتها بالنسبة لبيتك الاول يعني الايجابي ضعيفي جدا خلال هذا النهار فانت على طبيعتك اغلب النهار رح تكون على المستوى الشخصي والنفسي اما بالنسبة لبيتك الثاني فاليوم عندك كثير من الحضوض خصوصا في المجال المالي اما انك انت بتروج لشيء معين وبكون من وراء مردود مالي او بتشتغل في الاعمال الاضافية وممكن يكون فيه انتاج مالي او يجيك اموال من خلاله ممكن نوع من انواع المساعدة ويكون اشي داعم للك اهم اشي انك قلل من مصاريفك وحاول انك انت ما تشتري الاشياء اللي انت مش بحاجتها اما بالنسبة لبيتك الثالث فانا شايف انه اليوم عندك كثير من التحركات كثير من الاتصالات ممكن يكون عندك امتحان كلها راح تكون ايجابية تنقلاتك ايجابية نقاشاتك ايجابية يعني ما فيها الحدية اللي نحذر منها انه يكون عندك حدية كاملة بالعكس يعني انا شايف انه الامور يعني شيئا ما فيه نوع من انواع التوازن اما بالنسبة لبيتك الرابع شيء له علاقة لتطيب الخاطر انه تتعامل بهدوء وبعقلانية اكثر من انك انت تكون مهاجم واذا كان الامر بتعلق لبيت جديد او بتعلق لأمور تتعلق في البيت اثاث اغراض فاليوم ايجابي جدا وفيه نوع من انواع التواصل بينك وبين احد ابنائك اما نصيحة او مراجعة لعتابه او ارشاده لمسلك جديد بالنسبة لبيتك الخامس فهو فارغ تماما من الحضوض وهو بيت العاطفة وبيت الترفيه فارغ تماما يعني انت على طبيعتك بالنسبة لبيتك السادس وضعك الصحي ايجابي وضعك بالعمل ايجابي مسيطر على الوضع بشكل كامل عندك قدرات على انجاز كثير من الاعمال خلال هذا النهار واذا انت حاب تقدم لعمل جديد فاليوم برضو مناسب جدا تقدر تقدم له انت مطمئن واذا كان عندك مقابلة ممكن انه تكون هاي المقابلة لصالحك اما بالنسبة للبيوت الاخرى فمعظمها خالي من الحضوض وخالي من المعاكسات فنجد السابع ما فيه بيت الشراك المالي والعاطفي ما فيه الثامن بيت الديون وبيت الغيبيات فارغ برضو ما فيه اي تأثير بالنسبة لبيتك التاسع فارغ برضو من الحضوض ما فيه اي ايجابية او سلبية كله هذا باعتمد على جدارتك باعتمد على طاقتك باعتمد على انت مجال يعني مكانك ومكان عملك وشو اللي انت بتقدر تحققه ولكن انه كسلبي ما فيه وكايجابي ما فيه فانت بايدك يا تخلي الامر ايجابي في هاي البيوت الثلاث يا بايدك انك انت تخليها سلبي يعني انت اللي بتتحكم فيها لانه ما فيه اي تأثيرات التأثر عليك على الجهتين بالنسبة لبيتك العاشر نفس الشيء ما فيه اي تأثيرات بالنسبة لبيتك 11 فيه تأثير ايجابي موجود عليه بشكل واضح تماما فعشان هيك اليوم رح يتوجه لك برضو دعوات وممكن لقاءات او اشياء مستمرة الها يومين ثلاثة اليوم تتبلور للقاء صداقة وممكن هاي الصداقة تكون اليك فترة انت مش شايبهم او مش ملتقي فيهم ويكون فيه نوع من انواع التواصل مع اشخاص انت بتثق فيهم لمساعدة لطلب المعونة لطلب المشورة لدعمك في مسألة معينة فاليوم هذا بكون ايجابي على هاي النقطة وممكن تتحقق لك امني او رغبة انت كنت تتمنىها بالفترة الماضية وتتحقق خلال هذا النهار اما بالنسبة لبيتك 12 بيتك الاخير فانا بشوف انه بداية النهار عندك طاقة كبيرة بتكون ولكن انه مع منتصف النهار بصير عليك لود ضغط عشان هيك ممكن اللود هذا يخليك شوي مرهق متعب مش قادر تنجز اعمالك او تتراكم الاعمال عندك ممكن انه انت مش يعني ما يصير مائلك نفس انك انت تعمل شيء حاول انه انت تتجاوز هاي السلبية وحاول انك انت ما تستسلم لهذا الضغط وبدك تحذر من اي مخالفة للقوانين لانه ممكن انه يكون حد بكيد لك او بتصيد لك فبكون اليوم هذا معاكس لا اليك بالكامل حتى لو ذكرنا ايجابيات بيت المتاعب اثاره اثار نفسية وجسدية فبدك تحذر لانه تأثيره مش سهل حاول انك لا تخالف قوانين ويمسك عصبيتك وما تتهور برج الجوزاء بتنشطوا في السفر والاتصالات البعيدة وممكن تشارك في حملة او ورشة عمل ممكن تشتقد رغبتك في التقرب من احبائك وتعزيز العلاقة معهم ممكن تلتقي بوجوه واراء وثقافات مختلفة اجواء لطيفة بتحيط بحياتك وهذا جميل عزز العلاقات الاجتماعي والعائلية الفترة هاي مثمرة على جميع الاصادي هيك القمر بحكيلك خلينا نشوف خارطك الفلكية ايش بتحكيلك بالنسبة لبيتك الاول انا شايف انه نفسيتك اليوم مرتاحة حابب انك انت تنطلق بالاتجاهات كثيرة حابب تعمل شغلات كثيرة عندك ثقاف بنفسك بامر واضح بالنسبة لبيتك الثاني شايف انا برضو اهتمامك بامور المال اليوم رح يكون نشط ممكن تتحرك باتجاهات كثيرة لتحصيل بعض الاموال ممكن دعم ممكن من عمل اضافي ممكن نوع من انواع المساعدات اما بالنسبة لبيتك الثالث فاليوم عندك كثير من التحركات والتنقلات ممكن يكون عندك سفر او اتصالات ممكن ورشات عمل او نقاش عمل او امور مساعدة في هذا الباب اه رح تكون كلها تقريبا بشكل ايجابي رح تمشي معك لمصلحتك ولصالحك اما بالنسبة لبيتك الرابع فانا شايف انه اليوم الاجواء البيتية تأخذ تركيز الاكبر فعشان هيك بدك انت تكون مهتم على مستوى البيت من لقاءات ونقاشات اهم مش انك ما تحتد ما تعصب الامور ايجابية يعني بتدعمك ولكن انه برضو انت مزاجك شوي بتحكم في هاي الامور حاول انك انت ترخي اعصابك اتعامل بحرية وبلين وبرفق على اساس انه انت ما تحقق مخاسر خلال هذا النهار عن مستوى البيت اه ممكن يكون عندك بعض الاهتمامات والمشتريات او الديكور او تفكر في سكان جديد برضو اليوم هذا مناسب او بعض التصليحات او تغييرات داخل البيت او بعض شراء نواقص البيت اما بالنسبة لبيتك الخامس فانا شايف اليوم عندك كثير برضو من الاشياء اللي الها علاقة بالترفيه الها علاقة بالخروج الها علاقة بالاشياء الاجواء اللي فيها مرح او فيها نوع من انواع الفن او نوع من انواع الحب فهذا اليوم بتركز برضو على هاي النقطة بدعمك بشكل ايجابي حاول انك انت تستغله بالنسبة لبيتك السادس الوضع الصحي يعني شيئا ما ايجابي ما في شيء بضغط عليك صحيا عندك كثير من الاعمال حابة انك انت تنجزها اليوم وراح يكون عندك القدرة على انجازها اهم شيء يقولنا بدك تنتبه لصحتك وفي نفس اللحظة ما تتهور وما تعصب اما بيتك السابع والثامن والتاسع فهي فارغات من الحضوض والسلبية فهي بتعتمد على حركتك انت وعلى نشاطك انت وعلى رغباتك انت فاذا كان عندك يعني علاقة مع الشركاء محتدة فراح تكون محتدة لانه لا فيه ايجابي ولا فيه سلبية فهي على طبيعة الحياة اللي انت عايشها بتمشي معك هاي البيوت لما احنا بنكون نحكي فارغة لا فيه حظ بدعم ولا فيه سلبية بتدعم وبالنسبة لبيتك الثامن بيت القروض وبيت الديون وبيت التحصيلات المالية يعني من تعويضات بيت الغيبيات دراسة الامور الغيبية او الفلسفية برضو فارغ من الحضوض وبيتك التاسع بيت السفر لطويل والتنقلات يعني ما بدعمك الا تواجد القمر فيه والقمر معظمه فيه خلوم مسار فانت برضو هذا الاشي بيعتمد على جذارتك انت وعلى رؤيتك على هذا الموضوع اما بالنسبة لبيتك العاشر فانت اليوم رح يكون في عندك اعمال كثيرة على مستوى الشركات الكبيرة او في شركات كبيرة او مع شركات كبيرة رح تنجز كثير من الاعمال هاي لدرجة انه زملائك في العمل او مدرائك في العمل رح يكونوا راضيانين عن انجازاتك حاول انه برضو تتمالك نفسك من العصبية اما بالنسبة لبيتك 11 فانا شايف انه الامور ايجابية لغاية ساعات الظهر ممكن يكون فيه دعوة او لقاء صباحي مع احد الاصدقاء ولكن فيه ساعات المساء بدك تدير بالك لانه ان في علاتك ممكن تخسرك علاقة او انك انت تبادر بشيء تطلبه من الاصدقاء فما يتلبى وما يكون لصالحك يعني فترة خلوة المسار هاي فترة بدك تكون حذر فيها من اي شيء الو علاقة بالحياة الاجتماعية او شيء الو علاقة بالاصدقاء اما بالنسبة لبيت متعبك فبرضو نفس الشيء طيلة ساعات الليل لغاية الصباح وبعدين فترة خلوة المسار بتدخل انت في نوع من انواع الضغط النفسي وممكن الارهاق ممكن التعب ممكن تشكو من شيء معين حاول انك انت يتراقب صحتك ان حدث شيء يعني حاول انك انت تستشير طبيبك ولا تخلي الاعمال اللي عندك تتراكم لانه راح يكون الامر متعب بالنسبة لايلك برج السرطان بتعيدوا تنظيم اموركم المالية المشتركة من جهة ثانية في فرصة لمكسب مالي من شراكة او من تعويض ولكن من جهة اخرى لازم انكوا تكونوا حذرين من اي شراكة مالية جديدة ما بناسبك اطالة الخلاف ولا الزعل سارع لتقريب وجهة النظر باستطاعتك ادارة المفاوضات بشكل جيد ولبق ممكن تناقش موضوع ارث او قرض مالي هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف خارطتك الفلكية ايش بتحكي لك بالنسبة لا بيتك الاول ما في اي شيء يذكر يعني انت على طبيعتك على شخصيتك ما في اي تأثيرات لا سلبية ولا ايجابية بتتحكم فيك بالنسبة لا بيتك الثاني وضعك المالي برضو هو اللي بتحكم فيك على حسب حياتك على حسب وضعك الاجتماعي ما في اي شيء لا ايجابي ولا سلبي بتحكم فيه بالنسبة لا بيتك الثالث عندك كثير من التنقلات والاتصالات والاهتمامات ممكن يكون عندك امتحان ممكن يكون عندك سفر خلال هذا النهار الحظ بدعمك فيها بشكل إيجابي ممكن يكون عندك نقاشات أو تقنع حاول تقنع ناس بوجهة نظرك فاليوم إيجابي رح يكون لصالحك في هذه النقطة ولكن بدك تحذر من انفعلاتك ومن عصبيتك أما بالنسبة لبيتك الرابع فأنا شايف أنه عندك اهتمامات في البيت ممكن لقاء أو تعامل مع أخ أو مع جار أو مع أحد المقربين إلك أو أحد أبنائك فالأمر رح يكون بشكل إيجابي ولكن ممكن تهتم في أمر العلاقة بمشتريات للبيت قطع أثاث ممكن كهربائيات ممكن تجهيزات لمطبخ ممكن أنك تفكر حتى في شراء بيت كل هاي الأمور محتملة فعشان هيك الأمر هذا إيجابي بدعمك في هذه الأبواب كلها وممكن يكون مساعدة إليك أما بالنسبة لبيت العاطفي والترفيه فخالي من أي شيء ما فيه أي تأثيرات لا إيجابية ولا سلبية فهو بيعتمد عليك أنت وعلى حياتك وعلى علاقاتك أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف عندك كثير من الاهتمامات اليوم بالعمل ممكن تنجز كثير من الأعمال ممكن يكون عندك مقابلة عمل ممكن تسعى في أمر العلاقة بالعمل فالأمر رح يكون إيجابي وممكن تهتم بصحتك أو بصحت أحد أقاربك أو المقربين أو أحبابك أما بالنسبة لبيتك السابع وبيتك الثامن يعني بيت الشراك المالي والعاطفي فهو فارغ من الحظوظ وفارغ برضو من المعاكسات أما بيتك بيت القروض والديون برضو نفس الشيء من أنه هو فارغ ما في غير تأثيرات القمر والقمر عامل خلوه ومسار فإذا ما في شيء دعمك في هذا البيت فما رح يكون إيجابي لأنك تطلب دين أو أنك تطلب قرض بخلال هاي الفترة أما بالنسبة لبيتك التاسع فأنا شايف أنه اليوم في منكم ناس رح تسافر وفي ناس رح تتحرك بامتحانات رح تكون إيجابية واللي بيسافروا رح تكون مسهلة لهم الأمور واللي بيهتموا بقضايا قضائية أو عندهم شغل بالقضايا القضائية أو مرفوع عليهم قضايا قضائية اليوم برضو بتمشي لصالحهم ممكن يكون في نوع من أنواع الاتصالات البعيدة أو مع أشخاص بعد يعني في دولة ثانية يصير في نوع من أنواع التفاهم معهم أو إن طلب منهم مساعدة فممكن أنهم يساعدوك في خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا اليوم شايف أنه الوضع إيجابي جدا لغاية ساعات الصباح اللي هي ما قبل خلوة المسار فممكن أنه اليوم يكون عندك إنجازات كثيرة في فترة الصباح ولكن فترة خلوة المسار بدك تحذر لأنه رح يأثر عليك هذا بشكل سلبي وممكن يتراكم عندك العمل لا تدخل بنقاشات حادة مع زملائك في العمل أو رؤسائك في العمل لأنه ممكن تطور الأمور لمشكلة أنت مش بحاجة المشاكل بالفترة أما بالنسبة لبيتك الـ 11 فأنا شايف أنه اليوم برضو بتركز على العلاقات على الأصدقاء بتتفقد بعض الأصدقاء ممكن تتواصل مع بعض الأصدقاء لحل مشكلة معينة أو للتواصل أو للترفيه أو للخروج أو للزيارات أو تبادل الزيارات ممكن يتوجه لك حتى دعوة لحفلة أو مناسبة والأمر رح يكون إيجابي أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف أنه لغاية الصباح ما قبل خلو المسار الأمر إيجابي جدا طاقتك ممتازة وحلوة وما في أي معاكسات ولكن في فترة خلو المسار أنت رح تنضغط فممكن أنه أنت تتعب أو تشعر بالوهن أو عدم القدرة على إنجاز شيء فبدك تراقب حالك وراقب وضعك الصحي وما تترهق حالك ولا تجهد حالك لأنه هذا بيأثر عليك سلبي لأنه بيصحب من طاقتك بشكل كبير برج الأسد بترغبوا في تدعيم شراكتكم يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف آخر ممكن تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات مش على السلبيات ما رح ينفعك التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب بردة ما تتسرع في اتخاذ القرارات هيك القمر بحكي لك هل لنا نشوف قارتك الفلكية إيش بتحكي لك طبعا بالنسبة للبيت الأول أنا شايفه فارغ من الحضوض يعني نفسيتك على طبيعتها بتكوينك أنت لا في إيجابي ولا في سلبية نفسيتك وشخصيتك ثابته يعني ما في أي تغيير بالنسبة لوضعك المالي نفس الشيء خالي من الحضوض وخالي من المعاكسات فهو على طبيعته يعني إذا كان في ديون عليك حد بده يطالبك اليوم يعني لا في حظ يدعمك ولا في سلبية يترهقك فأنت على حسب جدارتك على حسب قدراتك على حسب إقناعك بتتعامل مع الناس أما بالنسبة لبيتك الثالث فأنا شايف أنه عندك كثير برضو من التنقلات والاتصالات والتحركات خلال هذا النهار كلها رح تكون إيجابية رح يكون عندك سرعة بديهة عالية رح تكون مقنع بامتحاناتك رح تكون مبدع بترويجك لسلعة معينة أو لشيء معين رح تكون برضو إيجابي ممكن يصير فيه نوع من أنواع المساعدة بينك وبين أخ أو بينك وبين جار أو بينك وبين أحد أفراد العائلي أما بالنسبة لبيتك الرابع فهو فارغ تماما من الحظوظ ومن المعاكسات بالنسبة لبيتك الخامس وبيت العاطفي والترفيه فارغ تماما برضو من الحظوظ والمعاكسات أما بالنسبة لبيتك السادس فاليوم عندك كثير من النشاطات على مستوى العمل فممكن انه يتوجه لك دعوة او لقاء معين على مستوى العمل ممكن يكون في بعض الاعمال تطلب منك فانت راح تنجزها عندك القدرة على انجازها اهتمامك في صحتك ايجابي ما في اي شيء معاكس للك يعني الامر بشكل عام ايجابي اللي بده يقدم لوظيفة خلال هذا النهار برضو بكون يوم مناسب بالنسبة لبيت الشراك المالي والعاطفية فانا شايفه البيت السابع شايفه ايجابي فبدعمك بشكل ايجابي ممكن اليوم اتطور شغل معين وممكن يتم مصالحة بينك وبين احد الشركاء حاول تستغله بشكل ايجابي لانه هذا بدعمك دعم ممتاز اما بالنسبة لبيتك الثامن بيت القروض والديون بيت المساعدات المالية بيت البنوك بيت المردودات المالية من الضرائب او من التأمين فهذا يوم ايجابي لها هاي النقاط كلها اللي احنا ذكرناها بساعدك وبدعمك فيها بشكل منيح اما بالنسبة لبيتك التاسع لغاية ساعات الصباح يعني من الان لغاية ساعات الصباح يعني يوم ايجابي في كثير من التحركات ممكن يكون عندك امتحان او مقابلة او سفر فهو ايجابي بالدعمك اما في ساعات ما بعد الصباح عليه في فترة خلو المسار فهو يوم غير ايجابي ما تعتمد على الحظ نهائيا في نوع من انواع السلبية ممكن يتعركس عليك او ممكن انه يتتأخر عليك طيارة او تلتغي سفرتك مثلا ممكن انه يكون عندك امتحان وما يزبط فما تعتمد على الحظوظ نهائيا في اي شيء يتعلق في البيت التاسع اما بالنسبة للبيت العاشر فخالي من الحظوظ ما في اي شيء على مستوى عملك مع المؤسسات الكبيرة او المؤسسات الكبيرة او حاجتك من المؤسسات الكبيرة شايفو انا فارغ وهذا بيت السمعة فيعني شوي بدك تكون حذر من العصبية لانه ممكن تنعكس سلبي على سمعتك اما بالنسبة لبيتك 11 فانا شايف انه برضو تواصلك وعلاقاتك مع الاصدقاء ممتازة عندك قدرة على التواصل عالي جدا وممكن تنجز كثير من الانجازات خلال هذا النهار من خلال اصدقائك او معاونتك مع الاصدقاء او بداية معرفة في الصديق الجديد يساعدك بامور انت بحاجتها اما بالنسبة لبيتك الـ 12 فانا شايف لغاية ساعات الصباح الامور ايجابية في بيت متعبك عندك نشاط وبدعمك هذا الشيء ولكن بدك تحذر انه من ساعات خلوة المسار انت رح تفقد كثير من طاقتك رح يكون مرهق ممكن تعبان ممكن ما عندك قدرة على انجاز شيء ممكن يتراكم العمل عندك بدك تنتبه اهم شيء لطاقتك ولصحتك ان شعرت بشيء غير ايجابي او غير اعتيادي لازم تراجع الطبيب برج العدراء يبدأ العمل بالتراكم لديكم تدريجيا انجزوا فقط ما بوسعكم دون المبالغة في ذلك انتبهوا الى غذائكم وراحتكم ما تسمح للواجبات بالتزامن ولا بتراكم كن اكثر تنظيما واحسن ادارته اتجنب اثارة العدوات واهمال وضعك الصحي خذ قصد كافي من الراحة واهدأ كون عند حسن الظن هيك القمر بيحكي لك خلينا نشوف قارتك الفلكية ايش بتحكي لك انا شايف انه عندك اهتمام كثير اليوم بنفسك عندك كثير من التحركات اه مزاجك مش تعبان يعني حابب انك انت اه تنجز اشياء عندك ثقها بنفسك مشحون بطاقة عالية استغل هذا اليوم وتحرك اما بالنسبة لبيتك الثاني فانا شايف على المستوى المالي خصوصا اللي بيشتغلوا في العمل الاضافي الوضع ايجابي جدا بدعمهم وبساعدهم وبساندهم فممكن اليوم ان تتحققوا كثير من الانجازات اللي تجلبي لكم المال وممكن بعض الترتيب لبعض الامور المالية تكون لصالحكم وبشكل ايجابي اما بالنسبة لبيتك الثالث فاليوم كثير من الاتصالات والتحركات الايجابية رح تكون اللي عنده امتحان او مقابلة او مناقشة رح تكون لصالحه اما بالنسبة لبيتك الرابع فانا شايف انه خالي شيئا ما من الحضوض ومن النحوسات فعشان هيك اي نقاش بترتب عليه ما بين الاخوة او العائلة او على مستوى اجتماع عائلة بدك تمسك اعصابك وما تندفع وما تتهور في الهجوم حاول انك انت تكون هادي اما بالنسبة لبيتك الخامس برضو خالي من الحضوض ومن المعاكسات فعشان هيك يعني بعتمد عليك انت وبيعتمد على طبيعتك في الترفيه وفي الحب اما بالنسبة لبيتك السادس فاليوم عندك كثير من النشطات العملية ممكن يكون عندك اعمال كثير انت حاب تنجزها خلال هذا النهار عندك اهتمام في صحتك واضح رح يكون في عندك كثير من النشطات العملية الوضع ايجابي وبدعمك اما على مستوى الشراك المالية والعاطفية فانا شايف انه في ساعات النهار يعني في ساعات الليل بدعمك الامر اه ولكن في ساعات النهار بيكون صعب شوي لانه بدخل ضغط المنتحس بصير او النحيس موجود فهو ضغط سلبي فعشان هيك بدك تدير بالك في ساعات النهار من اي توتر او خلاف ما بينك وبين احد شركائك المالية والعاطفية فممكن يحتد النقاش ويكبر لانه الفترة القادمة الباين انه رح يكون فيها ضغط على مستوى الشراك المالية والعاطفية فلا تجعلها بداية الشرارة اللي تولد فترة طويلة من المتاعب اما بالنسبة لبيتك الثامن فلغاية ساعات الصباح الوضع ايجابي بتقدر انت تعمل اي شيء لعلاقة بالديون او مطالبة بقرض او امور مساعدة للك عن طريق بنك او تحصل بعض الاموال للك ولكن من ساعات خلو المسار الامر بصير ضغط عليك بصير فيه سلبية فاي مبادرة في هذا المجال ممكن انها تبوء بالفشل وحاول انك ما تدين حذا بالفترة هاي لانه اذا دينت ما رح يرجع لك هذا الدين او رح تتغلب في عملية تحصيله اما بالنسبة لبيتك التاسع برضو خالي من اي شيء لا سلبي ولا ايجابي فهو باعتمد على طاقتك الشخصية بالسفر وبالامتحانات وبالتعامل مع الاجانب او الاشخاص اللي خارج البلاد او المؤسسات الاجنبية او القضايا فهي بتعتمد على جدارتك وبتعتمد على بديهتك وعلى استعدادك فلا حظ بدعمك ولا سلبي بتعاكسك اما بالنسبة لبيتك العاشر برضو على مستوى الشركات الكبيرة خالي من الحضوض وخالي من المعاكسات وبعتمد هذا الاشي على جدارتك وعلى شو انت مجهز لهذا البيت ودير بالك هذا بيت السمعة فاي عصبية او خلافات خلال هاي الفترة ممكن تنعكس عليك بشكل سلبي اما بالنسبة لبيتك 11 فلسه ما زال الامر بالعلاقات الاجتماعية والتواصل مع الاصدقاء وارد وموجود فعشان هيك بيساعدك بقوة وبساعدك بطلب المساعدة من احد الاصدقاء ممكن يتوجه لك دعوة او حضور مناسبة معينة ويتم ذكرك فيها او الاشادي فيها او تكريمك فيها حاول انك تستغلها بشكل ايجابي اما بالنسبة لبيت متاعبك فانا شايف انه لغاية ساعات الصباح الوضع داعم لا اليك ولكن من ساعات ما بعد الظهر بيصير سلبي فعشان هيك بدك تهتم في صحتك ورح تهتم في اعمالك ممكن تتراكم عندك وممكن يصير فيه نوع من انواع الخلو والطاقة فعشان هيك ما رح تلاقي عندك جهد على انجاز كثير من الاعمال خلال هذا النهار فحاول انك انت تأخذ قصة من الراحة وتراقب وضعك الصحي وتنجز اللي بتقدر عليه من الاعمال الضرورية برج الميزان تشتد رغبتكم في التقرب من احبائكم وقضاء وقت ممتع معهم فترة مثمرة ايجابية تستعيد اشراقتك وتسحر الكثيرين بحضورك الباهر الجو مناسب لتلبية الدعوات باستطاعتك المبادرة باي امر الظروف ملائمة للمغازلة والمصالحة ولتكرار المحاولة هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف خارطتك الفلكية ايش بتحكي لك بالنسبة لبيتك الاول يعني شايف انه الامور يعني فيه نوع من الاجابية ولكن خفيف جدا وخصوصا فيه ساعات النهار فحاول انك انت ما تعتمد عليها حاول انك انت تشحن نفسك بالطاقة بشكل ايجابي كامل حاول انك تغير مزاجك ما تخلي الاكتئاب او التشكيك بقدراتك انه يسيطر عليك حاول انك تنطلق بايجابية اما بالنسبة لبيتك الثاني فهو خالي تماما من الحضوض ومن المعاكسات فعشان هيك باعتمد هذا على مجهودك وعلى تحركاتك وعلى محاولتك لا تحصيل بعض الاموال او العمل الاضافي او ترتيب امورك بحسب كفاءتك انت ما رح يأثر لا سلبي ولا ايجابي عليك اما بالنسبة لبيتك الثالث فانا شايف انه اليوم عندك كثير من التحركات والاتصالات وممكن بعضك يكون عنده امتحان او مقابلة او نقاش فهو لا صالحك لانه عندك قدرة على الاقناع وعندك نشاط ذهني عالي جدا واستعداد للامتحانات ممتاز جدا ممكن يكون فيه نوع من انواع النقاشات بينك وبين احد الابناء او احد الاخوة او احد افراد العائلة ويكون هذا النقاش بناء او ممكن فيه نوع من انواع المصالحة ولكن بدك يعني تدير بالك من انك تحتد بالعصبية خصوصا فترة طيلة النهار لانه فيه خلوة مسار بلاش نحصر باوقات وتتخربطوا فيها فانا شايف انه يعني ديروا بالكم من النقاشات العائلية او الامور اللي الها علاقة في البيت يعني فهي خالية من الحضوذ وخالية من المعاكسات ولكن انه ممكن يكون فيه نوع من انواع الضغط بدكوا تكونوا منتبهين اما عن مستوى البيت الخامس وهذا بيت ممتاز جدا للتقريب بينك وبين احبابكو وبرضو مساعد جدا للترفيه للمغازلة للحب للاجواء فيها نوع من انواع الترفيه يعني حاولوا انكم تتجهب بهذا الاتجاه فيه حظ كبير بدعمكو في هذا البيت ممكن بعضكو يبدأ علاقة او انه يطور علاقة في خلال هذا النهار اما بالنسبة لبيتك السادس فخلال ساعات الليل ايجابي في خلال ساعات النهار سلبي فبدك تهتم الى انجاز كثير من اعمالك خلال هذا النهار ممكن يتراكم عندك العمل ولكن برضو بدك تهتم لصحتك من اي عارض ممكن انه يصير معك خلال النهار لانه الوضع سلبي فبدك تنتبه لصحتك بشكل جيد اما بالنسبة لبيتك السابع بيت الشراك المالي والعاطفية فهو فارغ لا حضوض ولا نحوسة بالنسبة لبيتك الثامن فارغ لا نحوسة ولا ايجابية بيت الديون والقروض بيتك التاسع فارغ بيت السفر والامتحانات والهجرة والقضايا القضائية فارغ تماما فعشان هيك بيعتمد على استعداداتك وعلى امورك انت كيف مستعدلها وكيف بتنجزها فما تركن على الحضوض فيها اما بالنسبة لبيتك العاشر بيت الشركات الكبيرة برضو فارغ اما بيتك ال11 فهو ايجابي تماما فعشان هيك اليوم كثير رح يكون في عندك علاقات او اتصالات مع اصدقاء ليلك ممكن لقاءات او مغامرات او مساعدات بينك وبين الاصدقاء يا بتساعدهم يا بتساعدوكم فحاول انك تستغل هذا اليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة وتكون انت مميز اما بالنسبة لبيت متعبك فخلال ساعات الليل ايجابي ولكن ساعات النهار سلبي فعشان هيكي بقولك دير بالك من عصبيتك دير بالك من مخالفة القوانين ودير بالك على صحتك ولانو طاقتك بتكون ضعيفة خلال ساعات النهار عشان هيكي بدك تنتبه من اي عارض واذا احتاج الامر انك تراجع طبيب ما تنتظرش يعني برج العقرب بتحتل الامور البيتية والعائلية القسط الاكبر من تفكيركم بتجدوا تعاون من افراد العائلة ممكن تضطر الى الاهتمام بتصليحات منزلية او غيرها لا تفقد الاتزان وثقة الاحبة ممكن تقلق بشأن صحة احد افراد العائلة او ربما مسألة شخصية مصاريف اضافية هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف خارطك الفلكية ايش بتحكي لك بالنسبة لبيتك الاول يعني شوي فارغ من اي حظ او من نحوسة يعني بعتمد على شخصيتك انت على طاقتك انت على انت كيف بتعالج الضغوطات النفسية يعني على طبيعة لا في معاكسات ولا في ايجابيات اما بالنسبة لبيتك الثاني برضو نفس الشيء بيت المال فارغ ما في لا ايجابية ولا سلبية الا ان شايف انا في ساعة النهار ممكن يكون في فرصة لتحصيل مالي او من عمل اضافي او ممكن يكون نوع من الهبى او المساعدة اما بالنسبة لبيتك الثالث فاليوم عندك كثير من التحركات والاتصالات والنشاطات يعني الامر العائلي والامر البيتي وعلاقتك مع الاخوة مع الجيران مع الابناء باوجهة احاول انك انت تستغلها بشكل ايجابي اللي عنده امتحان او سفر خلال هذا النهار خصوصا السفر القصير بكون لصالحك اما بالنسبة لبيتك الرابع فانا شايف ان الامور ماشية بشكل ايجابي على مستوى البيت فيه نوع من انواع التفاهم ممكن يكون فيه نوع من انواع الاهتمام بعطل معين او بتصليحات معينة منزلية ممكن الاهتمام بالتنقل من بيت لبيت او شيء الى علاقة بالمنزل يعني عائلة او اثاث اغراض بيت صيانة ايشي الى علاقة في البيت رح يكون بشكل ايجابي اما بالنسبة لبيتك الخامس فخلال ساعات الليل ايجابي عندك نشاط عاطفي عالي خلال ساعات الليل ولكن بدك تحذر ساعات النهار من اي مجازة فيه اه ما تغامر خصوصا على المستوى العاطفي وعلى مستوى الترفيه ما تندفع ما تتهور اه الامر فيه نحوسة عالية موجودة فيه فهذا الاشي ممكن يسبب لك بعض المشاكل اما مشاكل عاطفية وممكن تخسر الحبيب من خلالها وممكن يصير شيء يأذيك من خلال الحبيب فبدك تكون حذر اما بالنسبة لبيتك السادس فانا شايفه يعني فيه ايجابية بتنجز اعمالك تقدر تسيطر عليها وضعك الصحي اجمالا جيد اي شيء يوكلك خلال هذا النهار يعني رح يكون لصالحك ممكن لو حاولت انك تقدم لعمل ممكن هذا الشيء يساعدك خلال هذا النهار اه وتكون فيه لك فرصة عمل قادمة اما بالنسبة لبيت الشراك المالي والعاطفي فانا شايفه ضعيف ما فيه لا ايجابية ولا سلبية فبيعتمد على قدراتك انت وبيعتمد على عصبيتك اما بالنسبة لبيتك الثامن بيت الغيبيات وبيت القروض والديون فبرضه فارغ ما فيه اي حضوض بتدعمك ولا فيه نحوسة موجودة فيه فانت رح تتعامل فيه على طبيعتك وعلى استعداداتك اما بالنسبة لبيتك التاسع فكثير من التحركات مع الاجانب او تعلم لغة اجنبية او امتحان جامعي او امتحان لغة ممكن يكون فيه عندك سفر ممكن فيزا تجديد اقامة كله هذا رح يكون لصالحك ورح يكون ايجابي اما بالنسبة لبيتك العاشر فانا شايف انه الامور خالية لا فيه اشي معك ولا اشي ضدك هذا البيت اللي هو بيت السمعة وبيت الشركات والمؤسسات الكبيرة وبيت الزملاء في العمل وبيت رؤسائك في العمل فبما انه فارغ وعندك عصبية فدير بالك من انك تتأخر عن عملك او انك تقصر في عملك فتسبب هذا بمشكلة بمشكلة بمشكلة. او انك تعمل اي امر ممكن انه يكون فيه نوع من التهور فينحسب عليك بشكل سلبي. اما بالنسبة لبيتك ال 11 فانا شايفه ايجابي لسه علاقتك مع اصدقائك في اوجهة ممكن يصير فيه نوع من التنسيق لزيارة عائلية او يكون فيه نوع من انواع التواصل مع بعض الاصدقاء يساعدوك في مسألة معينة يسندوك في مسألة معينة فيكون الامر ايجابي ودعم اليك بشكل كبير. اما بالنسبة لبيتك 12 فهذا اللي انا بحذر منه اكثر شيء عشان هيك قلتلك دير بالك من عصبيتك ومن التهور لانه في ساعات الليل داعم للك بيكون ولكن في ساعات النهار هو سلبي تماما. فعشان هيك اي مخالف القوانين او اي مشروع في تهور او اي خطوة اليك حتى ترفيهية او نزوي مثلا خلال هذا النهار راح تتسجل عليك ورح تكون سلبي تماما. وممكن تسبب لك اذية من خلالها تأذي نفسك فحاول انه انت تمسك اعصابك وما تتهور وتراقب وضعك الصحي بشكل عام. اه طاقتك شوي ممكن تكون ضعيفة. برج القوس بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات وفي منكم ممكن يخرج في نزهة قصيرة بيكون عندكم نوع من انواع تعامل مع اخ او جار تتمتع بسرعة بديهة وخاضر باستطاعتك مناقشة الامور الصعبة وطرح افكار جديدة تحصل على فرصة ممكنة جديدة لتفسير مشاعرك وتبرير مواقفك ممكن تنشط في التنقلات والاتصالات هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف قارتك الفلكية ايش بتحكي لك يعني انا اللي شايف انه اليوم نفسيتك احسن في نوع من انواع التحسن مسيطر على نفسك شوي مش كثير يعني فيه جزء بسيط من الايجابية في الموضوع فعشان هيك يعني شوي هاي ممكن تدعمك تحسن من مزاجك ومن نفسيتك ايه على المستوى المال في عندك ايجابية ممكن تحصل بعض الاموال او ترتب بعض القروض او الديون خلال هذا النهار عدت الفوترة او ممكن انه انت تحصل على مال من وراء اه عمل اضافي اما بالنسبة لبيتك الثالث فانا شايف انه فعلا انت اليوم عندك كثير من الاتصالات والتنقلات وممكن يكون في يعني نتائج من خلالها اه ممكن يكون في نزهة او امتحان او سفر او اه او نقاش اه تتناقش انت واشخاص معينين في مسألة معينة فرح تكون لصالحك بشكل ايجابي كبير وداعم لالك بشكل كبير اما بالنسبة لبيتك الرابع فانا شايف انه الثالث مع الرابع بيعمل نوع من انواع النقاش العائلي فخلال ساعات الليل بيكون الامر يعني فيه نوع من الاجابية ولكن في ساعات النهار بدك تحذر من العصبية وردات الفعل العصبية في مواجهة هاي المشاكل ان وجدت ممكن يصير عندك بعض الاعطال المنزلية ممكن انك انت شوي تنضغط بشيء العلاقة بالمنزل او احد افراد المنزل حاول انك تمسك حالك على اساس انه ما توصل لمرحلة انك انت تمفجر من الغضب اما بالنسبة لبيتك الخامس فانا شايفه خالي ما فيه لا ايجابي ولا سلبية بتدعمك وهو بيت العاطفي وبيت المرح والفرح والنزوات فهو فارغ فهو باعتمد على قدراتك انت وعلى نشاطك انت وعلى تفكيرك انت فما رح يدعمك لا حظ ولا فيه سلبية اما بالنسبة لبيتك السادس فانا شايف انه ايجابي تماما لو عندك اعمال اليوم تقدر تنجزها بشكل ايجابي بتسيطر على الامور بشكل ايجابي ممكن تحل كثير من القضايا خلال هذا النهار اللي يلهاب علاقة بالعمل وضعك الصحي جيد ممكن تهتم في صحتك بشكل اكثر اما بالنسبة لبيتك السابع بيت الشراك المالي والعاطفي فهو ممتاز ممكن اليوم يكون عندك نوع من انواع المصالحة او نوع من انواع التبرير لبعض الامور او الضغوط اللي مرت عليك في الفترة الماضية تساعدك بينك وبين شركائك في المال وفي العاطفي اما بالنسبة لبيتك الثامن فانا شايف انه اليوم لغاية ساعات العصر تقريبا اذا كان عندك نوع من انواع طلب قرد معين او مراجعة قانونية او مسألة قانونية او شركات قانونية اليوم هذا رح يكون ممتاز جدا لو كان عندك اهتمام في الامور الغيبية برضو ممكن تكون ظاهرة على الساحة في نوع من انواع الحضوظة بتدعمك فيها امور الفلسفية الامور اللي لها علاقة بالعلم النفس برضو انا شايف انها بتكون ايجابية اما بالنسبة لبيتك التاسع فانا شايف انه فارغ لا في حضوظة بتدعم ولا في نحوسة موجودة فعشان هيك بيت السفر لطويل بيت الهجرة بيت الامتحانات بيت القضايا هاد فعشان هيك يبعتمد على قدراتك انت واستعداداتك انت ما في اشي يدعمك وما في اشي يعركس عليك عشان هيك اللي عنده امتحان او عنده سفر بده يستعد بشكل جيد اما بالنسبة لبيتك العاشر فانا شايفه ايجابي يعني انت محافظ لحد الان على نفسك وعلى سمعتك في عندك نوع من انواع التواصل ممكن يكون مع احد الشركات الكبيرة او انت بتعمل في شركة من الشركات الكبيرة بكون عندك انجازات ممتازة ممكن انت يصير في نوع من انواع النقاش ما بينك وبين احد الزملاء او رئيسك بالعمل في مسألة معينة ويتم الاشادة برأيك اما بالنسبة لبيتك 11 فبرضو ما زالت اللقاءات الاصدقاء او تواصل مع الاصدقاء يعني مسيطر على الوضع خلال هذا اليوم وممكن يدعمك بشكل ايجابي اما بدعوة او بحفلة او بلقاء او بمساعدة فيعني الدعم موجود اما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فانا شايف انه طيلة الليل لغاية الصباح دعمك بشكل ايجابي انت مسيطر على الامور تماما مشحون بطاقة كبيرة عندك قدرة على انجاز كثير من الاعمال ولكن في ساعات النهار شايف ان حوسة موجودة ضغط عليك بشكل كبير فعشان هيك دير بالك من التوعق الصحي او بعض الارهاق او بعض التعب او تراكم الاعمال عندك حاول انك تراقب نفسك ان شعرت ببعض التعب راجع طبيبك برج الجدي تم فرصة لمكسب مالي من عمل اضافي مع هيك احذره من اي خطوة مالية جديدة لاسيما شراء حاجية ثمينة ممكن تعالج استحقاق مالي لا تتسرع بتوظيف الاموال دقق بالتفاصيل ممكن تطمئن خواطرك نوعا ما وتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ اهم ايش انك تتفائل هيك بحكي لك القمر خلينا نشوف خارطك الفلكية ايش بتحكي لك يعني انا شايف انه نفسيتك برضو متقلبة بين مرتاح ومش مرتاح مبسوط ومش مبسوط عندك اهتمام في حالك وما عندكش اهتمام في حالك يعني بتتقلب الامور بين مع وبين مش مع فعشان هيك شوي بدك تهتم تضغط على نفسك بطاقة ايجابية عالية على اساس انك تشحن نفسك بطاقة اللي يصير كل اشي ايجابي اما بالنسبة لبيت المال ففعلا اليوم عندك فرص لمكسب مالي من عمل اضافي ممكن انه يجيك شيء مالي خلال هذا النهار مساعدي او دعم من شخص معين بالنسبة لبيتك الثالث انا شايف انه في نوع من الايجابية ساعات الليل ولكن في ساعات النهار سلبي فعشان هيك اللي عنده امتحان او عنده مقابلة او عنده سفر خلال ساعات الليل فانا شايف انه يقدم على هذا الامر في ناس بتقول لي طب اوين في الليل في حدا بيقدم امتحان اه عندنا احنا ليل ولكن في النقطة الاخرى من الكرة الارضية عندهم بكون نهار فعشان هيك احنا منحكي ساعات النهار بالنسبة لانه ولكن هم ياخدوها على امتة بالنسبة لتوقيت تبعنا الفرق ما بيننا وما بينهم فساعات ما بعد الظهر بتهم يديروا بالهم اللي عنده امتحان او عنده تنقلات ما في مجال للمغامرة ولا للمخاطرة الامر في نوع من انواع الصعوبة في انتحاسة في الموضوع ديروا بالكم من الاعطال في سياراتكو او بعض الامور اللي لها علاقة بالاتصالات والمواصلات بدها نوع من انواع رقابة اما بالنسبة لبيتكو الرابع فانا شايف انه في بدايته سلبية ونهاية الثالث سلبية فاي نقاش عائلي حاولوا انكم تديروا بالكم منه ما تدخلوا بنقاشات حدي مع افراد العائلة اخ او ابن او جار يعني حاول انك انت تمسك عصابك لانه ممكن تنفعل في اي لحظة وتسبب مشاكل كبيرة اما عن مستوى البيت فانا شايف انه ضغط هو رح يكون في ساعات الليل ساعة النهار هادئ فعشان هيك امور البيت لا فيها سلبية ولا فيها ايجابية اما بالنسبة لبيتك الخامس فانا شايف انه عندك كثير من الحب الخروج والتنقلات ممكن عندك حب جديد او تطوير علاقة حب ما بينك وبين حبيبك او اتصالات ما بينك وبين حبيبك او تحديد موعد معين ولكن انه ممكن يتخلل هذا اليوم كمان امور الها علاقة بالمرح والترفيه حاول انك انت تستغله بشكل ايجابي اما بالنسبة لبيتك السادس فانت اليوم مسيطر على اعمالك بشكل كبير مهما كثرة هاي الاعمال انت عندك قدرة على سيطرة عليها بشكل ايجابي ممكن انت اليوم تهتم في صحتك او في قوامك او في برنامج غذائي او برنامج رياضي ممكن تبدأ في حمية معينة فعشان هيك اليوم هذا بتركز على كثير من الامور حاول انك تستغل الامور الايجابية من هذا البيت اما بالنسبة لبيتك السابع بيت الشراكة المالية والعاطفية فهو مش القوة الضاغطة يعني نحكي والله يعني الايجابية العالية اللي موجودة فيه اللي تكون ملفتة للانكباه لا هو شوي فيه ايجابية ولكن انه مش بالقول كبيره فعشان هيكي بعلاقاتك بينك وبين شركائك في العمل وفي العاطفية بدك تكون انت متزن تعرف انت ايش اللي تتصرفه وتتعامل بعقلانية فيه اما بالنسبة لبيتك الثامن فانا شايف انه يعني لا فيه ايجابية ولا فيه سلبية على مستوى القروض والديون والتحصيلات المالية فانا شايفه فارغ لا حظ معك ولا سلبية ضدك فانت بتتعامل على حسب طبيعتك وتكوينك وطبيعة عملك اما بالنسبة لبيتك التاسع ففيه نوع من انوع الاتصالات الخارجية مع دول الاجانب او الناس اللي خارج البلاد ممكن مع شركات اجنبية ممكن عندك امتحان او سفر او تقديم لتجديد اقامة الفترة هاي ممتازية جدا اما بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة فهو ايجابي جدا بيساعدك بشكل كبير على مستوى سمعتك وعلى مستوى التعامل مع شركات كبيرة او اذا بتعمل في شركات كبيرة مع زملائك في العمل ومع رئيسك في العمل داعم بشكل ايجابي اما بالنسبة لبيتك 11 بيت الصداقات فانا شايف انه اليوم ممكن يتوجه لك دعوة معينة لحفلة مناسبة تلب النداء انت لعلاقة صداقة تعاون مع صديق جديد تتعرف على صديق جديد يعني كل هاي الامور محتملة خلال هذا النهار لانه هذا البيت في طاقة كبيرة اما بالنسبة لبيتك 12 وهنا هذا اللي انا بدي اركز عليه انه في ساعات النهار الامر بيت المتاعب بعطيك نوع من انواع الطاقة العالية جدا وبدعمك بشكل كبير وبحصنك بشكل كبير ولكن في ساعات النهار بدك تدير بالك دا اشخاص بيتأمروا عليك يا ناس تستغيب فيك يا ناس بمكروا لك وطاقتك ضعيفة وممكن انه انت تتعرض لتعب جسدي او نفسي وممكن انه يتراكم عندك العمل وما تقدر تنجزه لك تهتم للامور هاي كلها وربنا الحامي ان شاء الله برج الدلو بتبدأوا اليوم فترة افضل من سابقتها بتعيد لكم نشاطكم المفقود ووسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتدعم المركزكم الاجتماعي انفراج وتقدم الموس بعد مراوحة وركود عليك التحلي بحكمة وواقعية الامور بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر هيك القمر بحكيلك خلينا نشوف خارطتك الفلكية ايش بتحكيلك يعني انا شايف كل اللي نذكر من القمر ايجابي وصحيح ولكن يعني في بعض الامور بتزيد شوي انه نفسيتك اليوم احسن بكثير طاقة عندك اعلى بكثير من الانحكة عندك رغبي في كثير من الامور خلال هذا النهار على المستوى المالي انا شايف الامور ايجابية لغاية ساعات الظهر نحكي في نوع من انواع الدعم ممكن يجيك ممكن انت اللي بيعملوا في مجالات العمل الاضافي انه يندعموا بشكل منيح في هذا الموضوع امور المالية ممكن شوي تضغطك في ساعات ما بعد الظهر فعشان هيك اذا انضغطت حاول انه انت اترتب الامور لو زادت المصاريف عليك اعرف كيف تتصرف بدون ما تصرف اموالك في المكان الغير مناسب اما بالنسبة لبيتك الثالث فانا شايف انه الامور ايجابية تماما عندك كثير من التحركات والتنقلات والاتصالات اليوم واللي عنده امتحان ببداع ممكن تفكر في خروجي او نزهة او تنقلات لترويج لسلعة معينة او لمعرفة او علاقة جديدة اما بالنسبة لبيتك الرابع فانا شايف انه الضغط او تقريبا على المستوى البيت او مش موجود يعني في نوع من انواع توافق على مستوى البيت مع الابناء مع الاخوة مع افراد العائلة الامر داعم للك بشكل ايجابي او بساعدك في كثير من الامور او يعني ممكن يجد بعض الامور المنزلية تلفت انتباهك او تطلب منك التدخل او هذا امر وارد خلال هذا النهار اما بالنسبة لبيتك الخامس فامورك العاطفي جياشي عندك حب للعاطفي او تطوير العلاقة مع حبيبك ممكن تفكر في انتقال معين مع الحبيب او نزوي او مرح او حفلة او مناسبة يعني اليوم ايجابي جدا بالنسبة لبيتك السادس شوي في ساعات الليل ممكن تشعر بأعض التوعكات الصحية او تراكم الاعمال ولكن في ساعات النهار الامور ايجابية وكأنه ما في ولا اي شيء مهما تراكمت الامور العمل ممكن اليوم انك انت تنجزها اما بالنسبة لبيتك السابع فانا شايف انه كثير من الامور اليوم تدعمك على مستوى الشراك المالية والعاطفية وممكن يصير في تعاون ما بينك وبين احد الشركاء او تبدأ بمشروع معين او فكرة معين يترتب لها لاجل بداية مشروع جديد اما بالنسبة لبيتك الثامن فانا شايف انه بتتحرك بايجابية اي ممكن اذا كان عندك قرض او دين او بتطالب بدين معين او حابب حدا يدعمك خلال هذا النهار بتقدر تتجه بهذا الاتجاه ورح يكون لصالحك ممكن بعضك يحصل اموال من تأمين او من ضريبة او من من شخص يدعمك ماليا وممكن تحصيل ديون اما بالنسبة لبيتك التاسع فاليوم اللي عنده سفر او عنده تنقلات او عنده امتحان خصوصا سفر لبعيد الوضع ايجابي جدا بدعمك بشكل ممتاز جدا ممكن يصير فيه نوع من الاهتمام بشخص خارج البلاد اللي انتم موجودين فيها يساعدك بالفترة القادمة اما بالنسبة لبيتك العاشر فهو خالي تماما بيت السمعة فلا حظ بدعم ولا سلبي موجوده فحاول انك هذا الاشي باعتمد على قدرتك على حماية سمعتك وايضا على انجازاتك داخل الشركات الكبيرة مع زملائك بالعمل ومع مرؤسائك فانتي بتقدر تتعامل معهم على طبيعتك اما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم ممكن يتوجه لك دعوة او تتعرف على صديق جديد اليوم تكمل تواصلك معاه ممكن اليوم يكون في نوع من انواع التباحث بينك وبين بعض الاصدقاء على مسألة معينة فيشوروا عليك ايش انت تعمل او تطلب المساعدة منهم فراح يكون اليوم ايجابي اما بالنسبة لبيت المتاعب فانا شايف انه لغاية ساعات يعني طول ساعات الليل الوضع ايجابي وعندك طاقة عالية جدا وعندك قدرة على انجاز كثير من العمال ولكن في ساعات النهار راح تعود الشعور بنوع من التعب او الارهاق او بعض الضغط النفسي ممكن عصبية تصير عندك ايه ممكن يتراكم العمل عندك بدك تدير بالك ما تغامر وما تخاطر هذا اسمه بيت متاعبك يعني ممكن انه يشكل لك مخاطر كثيرة فعشان هيك بدك تكون حذر اذا شعرت بالتعب الصحي راجع طبيبك برج الحوت بسيطر التعب عليكم لليوم الثاني على التوالي حاولوا تنظيم اموركم والمحافظة على صبركم المعهود اثناء تصريف اموركم والتعامل مع الغير ممكن تتدمر من تأخير او من سوء تفاهم او التباس حاذر من بدء اي جديد خلال هذا النهار ما تسمح للقلق انه يسيطر عليك ويمنعك من العمل والنشاط نظم امورك وضاعف مجهودك لانجاز كثير من الاعمال هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف الخرطة الفلكية ايش بتحكي لك والله انا شايف على مستوى بيت الشخصية يعني طيلة ساعات الليل ولغاية ساعات ما بعد الظهر عندك نوع من انواع الطاقة موجودة ثقتك بنفسك عالية عندك قدرة على انجاز كثير من الاعمال خلال هذا النهار على المستوى الشخصي والنفسي ولكن في ساعات ما بعد العصر يعني شوية ممكن انك تشعر بنوع من انواع التعب او الارهاق او انه انت ما عندك قابلية او نفس انك تعمل اشي ممكن شوية هيك تنضغط بطاقة سلبية اما بالنسبة لبيت المال فانا شايف انه اليوم عندك كثير من التحركات والنشاطات ممكن تحصل من خلالها بعض الاموال واللي بيشتغلوا في مجال العمل الاضافي ممكن يجيهم نوع من انواع الدعم ولكن حاولوا انك تقللوا من المصاريف اما بالنسبة لبيتك الثالث فاليوم عندكو كثير من التنقلات والاتصالات واللي عنده امتحان وبيكون ايجابي ولصالحه عندكو قدرة على اقناع الطرف الثاني او الاطراف الثاني بوجهة نظركو اللي بيشتغلوا في مجال التسويق اليوم رح يبدعوا لقدرة الاقناع اللي موجودة عندهم للاقناع لتسويق لسلعة معينة او لبرنامج معين او لفكرة معينة لو دخل حد معكو بنقاش اليوم انتو مقنعين سرعة بديهتكو عالية وبتقدروا تتجاوبوا مع الجميع اما بالنسبة لبيتك الرابع فانا شايف انو شوي في نوع من انواع التوتر لو جمعنا مع الثالث مع بعض الزوايا فما منلاقي انو ممكن يصير في نوع من النقاش او الخلاف بينك وبين احد افراد العائلة عاول انك تمسك حالك وما تعصب عشان ما تطور الامور بشكل سلبي في نوع من انواع الاهتمام للمنزل واللي في المنزل ممكن اخ او اب او ابن او ام او اخت يعني احد افراد البيت او بعض المشاكل المنزلية كعطال او صياني او شيء بتطلب تدخلك في نوع من الاجابية وهي لقاء تفاهمي او مصالحة بتصير داخل البيت اما بالنسبة لبيتك الخامس فانا شايف انو البيت خالي تماما اه ما في اي تأثيرات تذكر الا انو في بعض يمكن يصير في نوع من الخلاف ما بينك وبين الحبيب اللي هي في فترة بداية الليل اه عصبيتك تطلع فتخسر حبيبك او تزعله منك او تزعل انت منه اه ممكن يكون في عندك دعوة لحفلة معينة اه تلتغي في اي لحظة اه وما تروح خصوصا اللي هي الحفلات الترفيهية فيه ينعكس هذا على اه على عواطفك اه في منكو رح يتذكر مواضيع قديمة او قصص قديمة وممكن يذرف الدموع خلال هذا النهار وهو بتذكر قصص حب او قصة حب قديمة اه صارت معاه اما بالنسبة لبيت السادس فانا شايف انو امور الصحية شوي فيه نوع من انواع الضغط راقب وضعك الصحي ودير بالك انو اعمالك تتراكم اه عليك فحاول انك تنجز اعمالك بشكل ايجابي اه ووضع الصحي مش خطير يعني ممكن توعوكات سريعة وتنتهي فلكن حاول انك تراقب اعمالك اما بالنسبة لبيتك السابع فانا شايف انو ايجابي بدعمك بعلاقتك مع شركائك بالعمل او شركائك بالعاطفي ممكن اليوم ينطرح موضوع لتطوير بشيء العلاقة بالمشاريع الى خطوة جديدة الى مرحلة جديدة فبكون ايجابي وبساعدك وبساندك في كثير من الامور خلال هذا النهار اما بالنسبة لبيتك الثامن فاللي يحابب يطلب قرض او مساعدة او دين اله هذا يوم مناسب جدا اما بالنسبة لبيتك التاسع فانا شايفه خالي من الحض ومن السلبية وبيتك العاشر نفس الشيء فمنقول انه بيتك التاسع بيت السفر والتنقلات البعيدة والاتصالات مع الاجانب وامتحنات الجامعية القضايا القضائية امور الاستراد والتصدير كلها هاي بتعتمد على قدراتك انت لا في حض يدعمك ولا في سلبية عرضك حاول انك انت تتعامل معها بطريقتك وان شاء الله انها تكون لصالحك اما بالنسبة لبيتك بيت السمعة فبما انه خالي تماما ما في حضوض وما في سلبية لكن بتخوف انا من بعض المشاكل اللي بتصير في بيتك العاطفي انها تنعكس على سمعتك فدير بالك انك انت تطور الامور او تكبر الامور فيصير في نوع من الضغط على السمعة عندك علاقتك مع مدراءك ورؤساك بالعمل وعمالك مع الشركات الكبيرة فارغة ايضا من الحضوض والسلبيات فانت بتتعامل معها بطريقتك انت اما بالنسبة لبيتك 11 فانا شايف انه ايجابي جدا في كثير من مواضيع العلاقات العامة او الدعوات على مستوى حفلة او مناسبة ممكن يصير فيه نوع من انواع لقاء الاصدقاء ممكن يكون فيه عزومة مثلا العرس فراح شغلة زي هيك راح تكون انت ملفت للانتباه في هذا الحفلة بشكل ايجابي جدا حاول انك انت تستغل العلاقات والمعارف اذا كان عندك مشكلة او مساعدة بتقدر تطلب مساعدة من احدهم انه يشور عليك بشيء معين فهذا يوم بدعمك بشكل ايجابي اما بالنسبة لبيتك 12 فخلال ساعات الليل شايف انا الوضع انه ايجابي طاقتك باوجها بتقدر تنجز كثير من الاعمال حاسس بثقة عالية جدا في نفسك ولكن مع ساعات ما بعد الضحى تقريبا يعني ساعات الصباح شوي انت بتبلش تحس بانه في نوع من انواع الضغط عليك او لود عليك بعصبك وبيستفزك بيدخلك باجواء صعبة حاول انك تسيطر على حالك حاول انك تراقب صحتك ان احتاج الامر لطبيب ما تتردد وحاول انك تاخذ فترات من الراحة ما ترهق نفسك زيادة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشهد انتظروا الى اللقاء